البعض مننا ممكن ان هو يحس فجأة كده بواجع وقلم في العظم بتاعه وفي المفاصل بتاعته وقات كمان بنكون يعني او بتكون الاعراض دي خفيفة وقات تانية بيبقى فيها مشكلة كبيرة جدا والواحد ما بيقدرش يستحمل الالم اللي بيجي منها لأسف الشديد جدا طيب ايه الحل ايه اللي هيحصل ازاي ممكن ان احنا من الاول كمان يعني نتلاشى الاعراض دي واحنا ما نوصلش كمان احنا يبقى الحالة بتاعتنا متأخرة الى حد ما خلينا نعرف كل ده وازاي ممكن يبقى فيه كشفه وعلاك كمان لو استمر وزاد القلم لفترات طويلة عشان كده هتتكلم في كل ده واكتر كمان واسباب كمان قلم المفاصل تحديدا وطرق الوقاية زي مكتبوا لحضراتكم وعضفنا دكتور علاء الدين احمد المستشار العلمي لشركة باكس فارما اللي منوارنا حاليا برحب حضرتك صباح الهنى وكل سنة وحضرتك كي عميناك لحظة الدخل جامد جدا كده وكي عميناك صاحيك طيبة بمناسبة عشرين تلاتة وعشرين وكل سنة وستدى المشاهدين طيبين وتمنى السنة الجاية كل بيتمنى حاجة حقاها وتكون خير يا رب ان شاء الله تعالى نخرج من كل سنة انا دايما بقول الواحد يخرج يعني كل سنة فيها الحلوة الوحش بس نخرج من كل سنة واحنا محققين انجازات عاملين خطوات لقدام مش محل كسر حل كسر ده بالنسبة لي بيبقى فشل واحد الاستقرار اللي هو ما فيهوش تطوير ده بيبقى فشل حاجة الحلوة نستمر فيها والحاجة الوحش نتعلم منها عشان نخلى حاجة كويسة ويرزقنا بناس لطيفة بقى ان شاء الله يتخليك بالله دكتور بجد النهار ده برضو ملف من الملفات اللي بتحضرها لنا المهمة جدا واللي هي ما فيهوش بيت مصري تقريبا لو هتكلم عن نفسنا يعني ما فيهوش حد بيعاني من قلم حتى لو قلم خفيفة في العضام في المفاصل لأسف وكمان الاعمار المختلفة يعني مش لازم تلاقي الجدة والجدة لأبا ولو ممكن بقى عادي ناس صغيرين نبدأ من اصل المشكلة واللي بقى فيها كمان فكرتنا تزايد فيه الالم بعد كده يعني تبدأ خفيفة كانت لايه الالم بيتزايد ونعمل ايه تمام بص حدريك انا هاخد مقدم بحرك انوان الفقرة بتاعتنا الوقاية خارو منها الحقيقي احنا مش عايزين نوصل لمرحلة ان احنا يبقى عندنا الالم والقلم نهمل فيه فالقلم يزداد وتبقى مشاكل كبيرة جدا وعلى فكرة ده هو الهدف الاساسي من فقرة بتاعتنا ان انا ازاي النهاردة ما وصلكش لمرحلة يبقى عندك الام في العظام او الام في المفاصل وبعاكية تبتدي العلاج طبعا بما اني كلمة بتكلم في علاج يا سلام لو انا بشتغل معاك بحاجة وقائية بس تبقى في صورة مكملات غذائية لان صورة مكملات غذائية هنا انا بديك حاجة طبيعية حل وده الهدف الاساسي برضو من فقرة حاجات الناتشرال دايما ان احنا كثقافتنا كمان نميل لها اكتر حقيقة لو مسكت المايك وازلت الشارع وقلت للناسة وانت النهاردة لما تشتكم المرض تحب تأكد حاجة طبيعية ولا حاجة كيميائية هيقولك بالتأكيد حاجة طبيعية انا من الناس هفكرة محبش الادوية خالص خلي فكرة بقى المكمل الغذائي هو مسك العصية من النص ازاي هو اداك الحاجة طبيعية في صورة سهلة انك تاخدها حاجة تكلمتي في اعلام العظام على فكرة اعلام العظام في الفترة دي مشهور جدا لان معروف ان اعلام العظام والمفاصل في الشتة بتزيد اوي هتلاقي الناس يقولك على مدار السنة انا ممكن ما بيشتукиش بس لما بيخش الشتة انا اعلام العظم عندي بزيد ده على فكرة ليه تفسير علمي لان كمية الدم اللي بتتضفق في الشتة لو ما داك الحرية بتقل ايه اللي بيحصل كمية الدم اللي بتضفق للعظام بتقل لان هي بتروح للسموها المنطقة الوسطية المطلس يعني بتروح للقلب بتروح للكلة بتروح للقلب اللي هي الأعضاء اللي هي مهمة شوية فده السبب في أن عشان كده يقولك إيه لما يبقى عندك ألم في العظم لازم تكلفت نفسك كويس عشان تدفل حيثة دي الحاجة التانية هو العظم عموما بيبقى موجود بينه سائل السائل ده لما حرر بتقل السائل ده بيزداد لزوجة بتاعته فبيديك إحساس أكتر بالألم أوكي طب إحنا بقى عايزين النهاردة نتكلم في حاجتين نتكلم في حاجة وقاية ونتكلم في حاجة علاجية بالضبط هو في الشتاء اللي بيحصل كمية تعرض الشمس بتقل فإيه اللي بيحصل فيتامين دي بيقل تمام إيه بقى قصة فيتامين دي دايما أنا بشاب فيتامين دي ده هو الأساس اللي أنا ببنى عليه لعمارة بتاعتي بمعنى آخر إن فيتامين دي هو المسؤول عن امتصاص وترسيب الكازن في العظم من إحنا بيتكلم على حاجة تخص العظم تمام يبقى فيتامين دي أنا لو فيه عندي مشكلة فيه وفي الغالب عندنا مشكلة فيتامين دي وبالزاد بتزيد في الشتاء هيبقى عندي مشكلة في متصاص وترسيب الكازن حتى لو أنا بأخذ الجرعات الكافية بتاعتي وده برضو بيحصلش أنا بأخذ الجرعات الكافية بتاعتي عشان كده إحنا النهاردة بنتكلم على مكملات غذائية بتحللك هذه المشكلة أول مكمل غذائية عندي اللي هو مصدر لفيتامين دي اللي هو الفيتابيكس الفيتابيكس ده موجود التركيز بتاع فيتامين دي في 2000 واحدة دولية و2000 دي لإحتياجات الجسم في اليوم من 2000 إلى 4000 عشان كده احنا قلنا الفقر دي هنسميه الوقاية خروم العلاج يعني أنا مش عايزك تستنى لما عندك أعراض نقص فيتامين دال أو عندك مشكلة في العظم عشان تاخد الفيتابيكس بقولك لا انت تخذه كحاجة وقائية طيب لو عندك الأعراض بتاعت نقص فيتامين دال روحت عملت التحليل وقت عندك نقص فيتامين دال أو الأعراض اللي هي معروفة بقى أن تخش في اكتئاب أو ألم في العظم وعندك مشكلة في الحرق فبتزيد في التقن بقولك النهاردة يبقى تتاخد فيتامينكس هنا كحاجة علاجية لو بنتكلم في حاجة وقائية بديك قرص واحد بعد الفطار بالتركيز 2000 واحدة دولية لو بكلمك في حاجة علاجية بتاخد قرصين مع بعض بعد الفطار أنا كده زبطتلك الأساس اللي هبنا عليه بعد كده ليه؟ لأن احنا بنتكلم على العظم عظم يعني بنتكلم على كالسيوم النهاردة الكالسيوم هو ليه علاقة وطيدة جداً في فيتامين دال يبقى أول مكمل غذية عند الفيتامين دال أنا حلت لك مشكلة نقص في فيتامين دال طيب اللي هو عند معظم المصريين بالمناسبة عندهم مشكلة في فيتامين دال أنا مدولك بقى في صورة كمان مكمل غذية وديميزة طبعا أوكي يبقى إحنا دلت حلنا مشكلة فيتامين دال نروحها للكالسيوم الكالسيوم هو الأساس بتاع العظم المكمل غذيك التاني بتاع اللي هو أسيت زيت بكس والكلسيوم موجود فيه في صورة كالسيوم سوיתريد ومجزة الكالسيوم سويتريد أنه هو ما بيأثرش ولا بيتأثر بالمعدة لأنه معروف موجودة بالكلسيوم اللي موجود في الصور صوى كان موجود صورة كالسيوم كاربونيت أنه بيعمل إيه لما بتاخده العيان بتاعك بيقولك إيه بس أنا معدي تتورس علي أو ممكن يجيلي إمساج النتيجة اللي موجود في صورة الكالسيوم كاربونيت إنما الكالسوم ساتريت وعلى فكرة الكالسوم ساتريت ده هو المصرح بيه في أمريكا والأوروبين بعد سيلة أربعين بيأخذوا روتيني بيتخذ روتيني يعني أنا بديه لك حاجة كمان وقائية أنا بديك تصور الكالسوم ساتريت وعلى فكرة من الفورمات الندر اللي موجودة في السوق إنك تقلق الكالسوم في سلطة الكالسوم ساتريت في التركيز بتقوى 1350 ميلي جرام بتاخد النهور ده أرس واحد بعد الغداء وبرضو ما عنديش مشكلة لكي ما عندك نقص كالسوم أو لا لأن إحنا قريدي ما ندخدش كمية الكالسوم الكافية مننا على مدار عمرنا لأنه معروف إن الكالسوم هو المصرح الساعة للألبان وده ما بيحصلش رفوط تاخد ثلاث وحدات في اليوم ألبان وده ما بيحصلش فقريدي أنت عندك مشكلة كمان في الكالسوم يبقى أنا حلت لك مشكلة الفيتاميندال ده كده من أخير من غير ما الواحد يعمل تحليل عنده ونقص في الفيتاميندال فأنا بديه لك كوقائي وقائي أو علاجي حيث أصارت قصة المفاصل وبرضو المفاصل في الشتاء بتزيد الألام فيها عشان كده لما جئنا نتكلم في المكمل الغذائي قلنا أنسب وقت ننزل به هو وقت الشتاء لأن وقت الشتاء بتزاد الألام دي المفصل ولما بنتكلم عن مفصل لازم نعرف يعني مفصل مفصل أي عظمتين بيلتقوا بعض عن طريق أربطة والغدريف بيسموهم مفصل مفصل كتف مفصل حوض مفصل رجبة كل دي بيسموها مفاصل المفصل دي المسؤولة على الأربطة والغدريف هي الجسم بينتج مواد هي مسؤولة عن تجديد وابعادة بينها الأربطة والغدريف الأربطة دي أو المكونات دي عبارة عن كلوجوزامين والكوندروتون والهيرونيك أسل طب أنا بقى أديك مكمل غذائي فيه تلات مكونات دول اللي الجسم على مدار السنين أو على أو أنت بتعمل حركة غلط عشان الشباب مثلا أو السيد بتشتغل في البيض الطريقة غلط الجسم بينتج المواد دي بس مش بصورة كافية أن يجدد أربط أول غدريف عشان كده أنا حضرتهم لك في صورة المكمل غذائي التالي بتاعنا اللي هو الجوينت بيكس الجوينت بيكس حتى من اسمه جوينت بيكس الجوينت حاجة خاصة بالمفاصل وعلى فكرة مشكلة المفاصل دي مشكلة كبيرة جدا ده وألمها وحش قوي آه حريك لو أنت ما احتعملتش بمفاصل بتاعتك هنخش في قصة تأكل غدريف وخشونة الرجبة وممكن نخش في تغيير مفصل آه طيب احنا اتفقنا المفصل عدمتين بيلتقوا مع بعض عن طريق الأربطة والغدريف الغدريف دي تعمل إيه؟ مخدات بتمنع احتكاك الغدريف ببعضيها تمام؟ يبقى الغدريف دي تعمل إيه؟ هي مخدات بتمنع احتكاك العدم ببعض بين الغدريف في حاجة اسمها الهيرونيك أسد اللي هو السال اللي موجود بين الغدريف وبعضها النهاردة اللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل النهاردة مع مرور الزمن السال ده بيقلي اللي هو الهيرونيك أسد فإيه اللي بيحصل الغدريف تبتدي تتآكل فالغدريف لما تتآكل وده اللي موجود عندنا على الشاشة دلوقتي إيه اللي يحصل؟ نخش في مرحلة خشونة الرجبة نروح العدم يحق ببعضه طبعا دي علامة مبرحة جدا وده بتبقى مقدمة لتغيير المفصل أنا حالت لك كل ده عن طريق الجونتي بكس الجونتي بكس فيه خمس مكونات وبيعمل خمس مكونات أول ثلاث مكونات اللي هو الجسم المفروض بينتجهم ولا ما بقاش ينتجهم بالكمال الكافية اللي هو الكروكوزامين على فكرة تركيزه في الجونتي بكس 50 ميلي جرام وعلى فكرة احتاجات الجسم في اليوم 1500 طب حتى كده معناه أن أنا باخد القدر الكافي ولا لا؟ ما هو ال500 هولا حكي ليه برضو تحط 500 لو أنا بديك حاجة وقائية فأنت بتاخد قرص واحد في اليوم لخمسمية لأنه هو الجسم هخليه ينتج الألف الثانيين طب لو بتاخد حاجة علاجاء بديك قرصين ما بعض يعني بديك ألف من الكروكوزامين هو الجسم بينتجهم من إيه؟ لدي حاجات طبعية الجسم قردي بينتجها بس أنا ساعت على فكرة فيه بعض الغذاء ويجي على رصها المنتجات البحرية بتساعد في إنتاج أو على فكرة عارف حقيقة النخياء اللي هو موجود في العض ده مصدر أساسي على فكرة الكلوكوزامين بس إحنا ما بناخدش الحاجات دي فإذا أنا بعمل حاجات فيزيكال أو حاجات رياضية أو أنشطة حركية غلط والحاجة التانية ما بياخدش الغذاء اللي يخليني أو يساعدني في أن أنا أنت جاهزين المادة فعشان كده حطولك في صورة المكمل الغذاء وإيه الغذاء تحديدا غير من أكلات البحرية؟ ما نقولنا على فكرة النخياء اللي هو موجود في العضم النخياء اللي هو من المقوم بقى آه ده مصدر أساسي فهو الناس اللي ما بتاكلش لحمة ما هو عشان كده الناس اللي ما بتاكلش لحمة بتبقى عرض النوع ويجي لها مشاكل في أعلام المفاصل والعضم بالمناسبة دول كتير برضو آه طبعا الوقت ده ناس كتير امتنعت عن أكل اللحوم الحمرة تحديدا آه على فكرة المشكلة مش في الناس الكبيرة في السن مشكلة في الناس الصغيرة هتكتش في الناس الصغيرة هو بياخد الفاصل فهو دوسابي اللحوم الأساسية فيجي لك بعد أتنشط اقول لك أنا عندي أعلام في المفاصل آه منت أعلام مفاصل لأن أنت الغذة بتاعك مش مظبوط عشان كده الجوينت بيكس بيشتغل دورين أنا أبدو لك حاجة وقائية حاجة وقائية لأنني أبديك مكمل غذائي هو في صورة أنت الجسم المحتاجها بتركيزات الجسم المحتاجها أنا عايز بس أكمل تركيب الجوينت بيكس عبارة عن إيه برضو هنكمل أهد فضل الجوينت بيكس عبارة عن كلوكوزامية تركيز 500 ميلي جرام وفي حاجة اسمها الكندروتون تركيز 100 ميلي جرام والهيرونيك أسد الهيرونيك أسد ده على فكرة اللي هو السائل اللي بموجود ما بين الغذاريف وعشان كده فيه ناس يقول لك أنا بسمع صوت تقطاقة على فكرة صوت التقطاقة دي هو أول عرض في عرض خشونة الرجبة وخلي بالك ده أنت سأل عندك ألف بسمع صوت التقطاقة في الرجبة ما نستهونش بيها وعلى فكرة ملاش علاقة بجمار سنة وصغر سنة موجودة في كله يبقى النهاردة الجوينت بيكس عوضك بأول ثلاث مكملات أو أول ثلاث عناصر جسم أصبح لا ينتجهم بالمادة الكافية تمام؟ يبقى الكلوكوزامية وكندروتون مسؤولين عن كفاءة الأربطة والغذاريف وعادة تركيبها الهيرونيك أسد اللي هو السائل اللي موجود ما بين الغذاريف اللي هو بيساعد في سورة الحركة لأنه عندي مشكلة في العيان اللي بيشتكي من المفاصل يقول لك إيه أنا حركتي مش مقيتش مزبوطة عشان كده هو حركتك مقيتش مزبوطة لأنه عنديك أسد قل فبالتالي حركتك بقى فيها مشكلة الجوينت بيكس ما متفاش بكده أو بس لأن في بعض الأحيان الناس اللي بتعاني من مشكلة في المفاصل بيبقى عندها ورم فأنا محتاج قديك حاجة مضادة للتغرب ده برضو البرومالين اللي هو مستقلص الناس موجود في الجوينت بيكس طب والناس اللي ما عندهاش ورم ما يأثرش بشكل شريعي أنا بقى لا ده رأي خليك عشان ما يجلش ورم مش حينتفان هو وقائل حلقة دي بعنوان وقائل حلقة دي وقائل حلقة من العلاج هي فعل حلقة دي وقائل حلقة من العلاج الحاجة الأخيرة في موقعات الجوينت بيكس اللي هو مستخلص الجنجر هو مستخلص الزنجبيل وده بيبقى مضاد للألام وبيحسم الدورة الدموية في منطقة المفصل وعشان كده احنا قلنا ان في الشتاء بتزيد ألام المفصل والعظم لان كمية الدم اللي بتضافق قليلة فانا لما اديتك الجوينت بيكس ومن ضمن مقاونات اللي هو جنجر انا عملت ايه حسنت من الدورة الدموية في منطقة المفصل عشان كده بنقول ان هو مكونا من خمس حاجات وبيعمل خمس حاجات انتفقنا ان هو الجوينت بيكس مكونا من الكندراتون والكلوجوزامين والنوريك أسد ومستخلص اللي هو البرومالين هو مستخلص للناس ومستخلص الزنجر اللي هو مستخلص الزنجبيلي طيب تفضل لا لا انا معاك انا بس عشان نوسط للناس لان الحاجات المصطلحات الطبية دي هو ممكن ما يبقاش مهتم بيها على قدم النتيجة بتاعة المصطلحات الطبية دي بس معلومة هو يهمه لما ياخدوا الجوينت بيكس بياخدوا ليه انا بحاول بس افسر لستادة المشاهدين الكلام مرتبط بالتركيبة انا عندي سؤال المكونات الحديثة ذكرتها البرسنتج بتاعها او الدوز بتاعها بياختلف حسب الحالة يعني انا ممكن اخدها كوقاية عشان بس نأكد للناس وممكن لو المشكلة موجودة ناخدها كعلاج ان احنا نزود الدوز فيها على الفاكرة دي ميزة في الجوينت بيكس مش موجودة في معظم الحاجات المثيلة في السوق التركيز كلوك زمين 500 ملي جرام مش حطط لك تركيز عالي لان انت لو هتاخده قوقائي انت لو هتاخده قوقائي هتاخد قرص واحد في اليوم لان انا ما اديك تركيز قليل انما لو تاخده كعلاجي هتديك قرصين مع بعض في اليوم دي ميزة موجودة تي بقى بتبقى مع برسكريبشن يعني احنا ممكن نشتري المنتج بس لازم المنتج ده يبقى مع الارقام اللي موجودة الناس بتتصل عشان تعرف تاخد ايه صح كده؟ هيك أصرتي نقطة مهمة جدا الارقام على فكرة الارقام الموجودة دي ده الكولد سنتر ونص متخصصة هم بيسألوه اسئلة عشان في الاخر انا بحدد لك الجرعة ايه ايوا ده مهمة هو انا بحدد لك بقى ولا علاج على فكرة ممكن برضو قولك انت مش محتاج او محتاج تاخد فيتامن دي او محتاج تاخد جونت بيكس يعني هي قصة خدمة احنا بنقدمها للسادة المشاهدين كويس جدا والمنتج ممكن نحصل عليه من خلال الارقام الموجودة على الشاشة هو تأكيدا الثقة في المنتج المنتج موجود في بعض المستشفات الكبرى كمان في القاهرة والجيزة فده يؤكد التراست او الثقة في المستحضر هيل جدا الاسعار ايه عشان برضو الناس تبقى عارفة حاليك اسعار النقطة مهمة جدا اسعار الكورسي بتاعنا بالحاجات التانية اللي موجودة في السوق هو مور ايكونوميك اوي يعني مور اقتصادي جدا الحاجة التانية هو ايه المشكلة اللي بيعالجها ما هو انت لو ما حافظش على المفاصل بتاعتك هتخش في قشون ترقبة وعاكي تخش في تغيير مفصل وما ادراكي ما تكلف التغيير المفصل والسوش الستال بتاعك بيختلف كمان يعني طريقة حدك بتختلف لما بتغير المفصل هو بس في الكورس اللي انا شفت هو كمان القلب الملطيفيد ده اخر حاجة عندنا في الكورس المقامل الغذائي الشهير على فكرة هو شهرته جات انه هو من ضمن المقاملات الجزائية النادرة او يمكن يكون الوحيد اللي فيه 13 عنصر من الفيتماتر المعادل اللي الجسم بيحتاجها حيث زمان نرجع تاني لما يبقى عندك مشكلة في الشعر كتروح الدكتوري يكتب لك زنك لما يبقى عندك مشكلة مع مريض السكر يكتب لك فيتامين بي لما يبقى مثلا عندك مشكلة في المناع يكتب لك فيتامين سي انما لما تديك قلب الملطيفيد فيهم 13 عنصر ده بس في القلب الملطيفيد انا بديك كل حاجة بقى اللي هو جسم محتاجهم وبتاخد طبعا قرص بعد الفطار قرص بعد الفطار هيل جدا طيب احنا فاضل تريبا دقيقة على الختامة او حاجة فلو حضرتك في اي نقطة حيب بمن انا بكلمك على قرص يعني بديك امبريلا يعني بديك غطاء يحفظ لك على سلامة العظم بتاعتك فلازم اقول الجرعة بتاعتك ايوا فاضل قرص بتاعنا بناخد قرص ايه بمالطيفيد بعد الفطار مع قرص فيتامين دال اللي هو الفيتابيكس لو بتاخده كوقائي لما لو عندك الاعراض بتاخد قرصين من الفيتابيكس بعد الغداء باخد الزيتابيكس اللي هو مصدر الكلسام بعد العشاء لو انت عايز تحافظ على سلامة المفاصل بتاعتك بتاخد قرص واحد جونت بيكس لو عندك الاعراض بتاخد قرصين بعد العشاء هيل جدا يعني اعتقد دكتور علاء وضح بصورة كاملة كل ما يخص يعني هنا الكورس اللي احنا بنتكلم عليه طريقة كمان التوصيل سهلة جدا ممكن من خلال الارقام اللي على الشاشة ومن خلال المكالمات او الارقام دي برضو نقدر ان احنا نعرف ايه الكورس اللي احنا يناسب الحالة بتاعتنا وبنتكلم هنا ان هو متاح لكل الاعمار بداية من 13 سنة صح كده بصدر تفنين رائع جدا طيب اسف كده انا قبل بقى بس هزول الحاجة حيقلت في المقدمة النهاردة في الحلقة بتاعتك ان احنا مستنين اسئلة المشاهدين خلينا نعمل الحلقة اللي جاية هنشوف اسئلة المشاهدين ايه في خصوص حاجة بس انا من الاسئلة بتاعت المشاهدين في اسئلة سألتها اريد يعني انا بجمع مع الاعداد وبيحط لنا الاسئلة الوقاية خير من العلم ده في كل حاجة طب طب علاء بجد وانا سعيدة عليك يا رب وعلينا جميعا ان شاء الله تبقى انطلاق النادي الاهل ان شاء الله يا رب ما لسه الله الواحد عايز يختم بكده يا رب تبقى بداية موفقة يعني احنا الموسم ده بدأنا بداية حلوة جدا افريقيا بدأنا بداية حلوة جدا نتمنى مع سنة 20-23 نبدأ النهاردة مباراة بيرمت بداية اكثر من رائعة نحصل على الثلاثة النقاط نشوف مباراة حلوة في الاول وفي الاخر ونيجي بكرة انا طولانا وكريم لانها بابردو الواحد اجي بكرة بإذن الله وصبح على حضراتكو بطريقة بتاعة تعودنا عليها والنادي الاهلي عودنا عليها وهي صباح النصر هنروح بقى خلاص الحلقة خلصت ونشوف حضراتكو بإذن الله على خير بكرة في حلقة جديدة عشر صباح مع السلام